السلام عليكم مشاهدين مرحبا بكم في قناتكم فيديو لليوم سوف يكون بعنوان قل ولا تقل اذا سوف نتعلم كيف نتكلم بالانجليزية بادب وكذلك بعض العبارات التي لا يجب ان نقولها اذا فلنبدأ مشاهدين على بركة الله اذا اول عبارة معنا هي died اي مات اذا اردت ان اتحدث عن شخص ما مات اقول pathway اذا توفته المنية او توفية هنا لا نركز على الترجمة باللغة العربية ولكن نركز على الكلمات باللغة الإنجليزية اوكي؟ اذا died عوضة ان اقول died pathway اي توفية ووافته المنية اذا عوضة ان تقول لشخص ما no i can't اي لا لا استطيع او لا اقدر مثلا ان تقوم بشيء ما اذا عوضة هذه العبارة نقول i'm afraid i can't i'm afraid i can't اذا اخشى انني لا استطيع اوكي i'm afraid i can't او ودع نقول no i can't نقول i'm afraid i can't اي اخشى انني لا استطيع وبدلا من قول you don't understand you don't understand انت لم تفهم او انت لا تفهم اوكي you don't understand يمكن تغييرها بعبارة maybe i didn't make my meaning clear maybe i didn't make my meaning clear اذا يمكن انني لم اوضح المعنى بشكل جيد اذا انني انا الذي لم استطع شرح المعنى او ما اقوله لم استطع شرحه لذلك لم تفهم اذا عوضة ان اقول you don't understand يمكن تبديلها وتغييرها ب maybe i didn't make my meaning clear اذا يمكن انني لم اوضح المعنى بشكل جيد لذلك لم يفهم الشخص الذي امامك then maybe i didn't make my meaning clear اذا هذه العبارات نستخدمها لكي نتحدث بادب مع الاشخاص وعوضة ان نقول crazy او stupid او strange اذا مجنون crazy stupid قليل فهم او غبي او strange غريب الاطوار crazy stupid strange يمكن تغييرها بعبارة يمكن تغييرها بعبارة not all there there not all there not all there not all there اذا معنى not all there اي ليس معنا بالكامل ليس في قواه العقلية بالكامل اذا not all there اوضة ان تقول crazy or strange or stupid نقول not all there not all there not all there ليس معنا بالكامل وعوضة ان اقول disabled disabled اي معاق او معاقين disabled يمكن ان اقول people with special needs people with special needs اي ذوي الاحتياجات الخاصة واذا ان اقول disabled يمكن ان اقول people with special needs اي ذوي الاحتياجات الخاصة بدلا من ان اقول لشخص poor اي فقير poor يمكن تغييرها ب low income low income اي صاحب الدخل المحدود او منخفض الدخل low income low income عوضة ان اقول poor poor فقير low income وبدل ان اقول لشخص fat fat اي سمين fat يمكن تغييرها ب big bone big bone اي صاحب بنية كبيرة big bone big bone big bone and you are you are fired you are fired انت مطرود او مفصول عن العمل you are fired او you are fired انت مطرود او مفصول يمكن ان اغيرها بعبارة i have to let you go i have to let you go انا مطر ان ادعك تذهب i have to let you go ولدينا كلمة homeless homeless مشرد او متشرد homeless اي الاشخاص الذين لا يملكون المنزل يسمون homeless ولكن اذا اردت ان اتحدث بادب يجب استخدام عبارة on the street on the street يعيش في الشارع on the street هي عبارة استخدم للتكلم بادب عوض كلمة homeless 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 ولدينا بعض العبارات يحدث فيها خطأ مثلا لدينا جملة never say a lie never say a lie نقول never tell a lie never tell a lie لا نقول say ولكن نقول tell never tell a lie اي لا تكذب ابدا did you sleep good did you sleep good عبارة خاطئة لا نقول good نقول well did you sleep well did you sleep well هل لمت جيدا did you sleep well لا نقول did you sleep good is this for sale is this for sale هل هذه للبيع؟ عود عن نقول is this for sale نقول is this for sale هل يوجد تخفيض على هذا is this for sale عودة for sale مثلا مثلا I born in Egypt I born in Egypt اذا هنا جملة خاطئة نقول I was born in Egypt اي ولدت في مصر اي was دائما نستخدم was I was born in Egypt لا نقول I born in Egypt اذا ولدت في مصر I was born لدينا my sister is a good cooker my sister is a good cooker هنا الخطأ في cook her لا نقول my sister is a good cooker ولكن نقول my sister is a good cook my sister is a good cook اختي طبخة ماهرة اذا my sister is a good cook ولا نقول is a good cooker اذا مشاهدين وصلنا الى نهاية هذا الفيديو اي قل ولا تقل اذا يجب ان نتعلم كيف نتحدث مع الاشخاص الاخرين بادب وان لا نجرح مشاعرهم اذا اتمنى ان تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو بعض العبارات التي سوف تستخدمونها ان شاء الله اشكركم مشاهدين على تتبعكم لقناة English Language بالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته